بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين مشاهدي الكرام مرحبا بكم في إضاءة جديدة من إضاءات حول مدونة الأسرة لإضاءة اليوم ديالناغة الخصوها لواحد الموضوع شوية حساس باعتبار أنه دائما كيتير واحد نقاش لدى عمّة الناس كيتعلق الموضوع بالتعدد للزوجات خاصة من طرف النساء لماذا؟ لأنه كما نقوله حتى شمراء ما كتبغيش أن الزوج دياله يتزوج عليها ولكن هذا الأمر هذا هو أمر شرعي شرع الله سبحانه وتعالى وأيضا مدونة الأسرة قناناتوا ودرت فيها مجموعة من إجراءات لكن أيضا هذا الموضوع كيتير واحد نقاش من طرف الرجال نظرا لأن مدونة الأسرة جاءت واحد مجموعة مقتضيات للشي وحدين كيشوفوا فيها بأنه حرماتهم من هذه الحق ديالهم الشرعي فنشوفوا جموعة من شهادات المواطنين كيفاش كينظروا لهذا الموضوع الشرعة يقول بنا الرجل عنده الحق فاربعة وهي قد يقول لك المرأة الرجل ما عنده الحق يتزوج على المرأة إلا بالريضة ديالها خاصة يكون تعدد الزوجات طيبقا لقوانين وما تعرف على الإسلام إذا كانت المرأة اللي غادي تجوج عليها كينين وحد الأسباب مقنعين أنه غادي تجوجها لا تقدر تعطي الموافقة أما إلا ما كانوا شي أسباب مقنعة ما تنظن شنوش أنه تقدر تعطي الموافقة ديالتي من خلال هذه الشهادات مشاهدي الكرام كي تبين بأن كما قلنا سابقا أن هناك استحسان من طرف النساء لما جاءت بهم مدونة الأسرة من التقييد لهذا الموضوع لأنه أصبح موضوعا يخضع لسلطة القضاء وهو اللي كيعطي فيه الإذن الخاص من أجل أن هذا الزوج يتزوج أو لم يتزوج لكن أيضا كنشوفوا بأن بعض الرجال كيحتجوا كما سمعنا من طرف واحد المشاهد اللي قال بأنه إحنا هذا حق شرعي والله تعالى شرعه ومخصوش إخضع لأي تقييد ولأي قانون ثم أيضا كين واحد نوع من الفهم المغلوط لبعض الإجراءات المسترية الخاصة بهذا الموضوع فكيفاش نظمت مدونة الأسرة المسألة ديالتعدد مدونة الأسرة نظمت مسألة ديالتعدد انطلاق مجموعة من المواد خاصة لها المادة 40 حتى المادة 45 فيها إجراءات محددة ومضبوطة أول شيء أكدوا عليه وأن مدونة الأسرة مشي لغة التعدد مشي حرماته لأن هذا شرع الله سبحانه وتعالى الله عز وجل يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع فإن لم تستطعوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم إذن هنا إلا ما كانش لإنسان عنده قدرة باش أنه يتزوج لولا والتانية والتالتة الرابعة نظرا لأنه لا يمكن أن يعديل فمخصوش تزوج إلا بواحدة أو ما ملكت أيمانكم كما كان سابقا والله عز وجل أكد أيضا في القرآن الكريم بأنه ولا تستطيع أن تعديلوا ولو حرستم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أكد هذه المسألة ديال العدل وقال اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما تملك ولا أملك وكانك يقصد النبي صلى الله عليه وسلم القلب دياله والميل دياله القلبي إلى بعض زوجاته إذن هذا الأمر هاد أخذت مدونة الأسرة وانطلاقا مادة 40 كتقول يمنع التعدد إذا خيف عدم العدل بين الزوجات بمعنى أن القاعدة الأساسية لأسات عليها مدونة الأسرة مسألة ديالتعدد هو تحقق مسألة العدل بين الزوجات لأن القاعدة الاجتماعية السائدة عند مجموعة الناس وأنه كيقولوا تزوج مراء أضرب مراء بمراء بمعنى أن النية أصلا ديال الزواج وديال الزيادة على الواحدة هو الرغبة في إدلال الأولى أو الرغبة في الإساءة إليها ماشي لوجود ضرف أو قاهر أو موضوع استثنائي كما عاد نشوفه إذن انطلاقا من هذه القاعدة هذه لابد من تقييد هذا المباح ووضعه تحت مجموعة من الضوابط القانونية والضوابط الشرعية والفقهاء قديما تكلموا على أنه العدل يعني التعدد باشيكون تعدد سليم لابد من مراعاة فيه شرط العدل ثم لابد من مراعاة فيه القدرة المادية بمعنى ملاءة دم المالية لهذا الزوج هذا بمعنى أنه خصو يوفر العدل المادي سواء على مستوى المأكل على مستوى المشرب على مستوى الملبس على مستوى كل شيء من مسائل المادية المحسوسة على مستوى حتى يوفر ساكن مستقل لكل زوجته حسب لكل زوجتي من زوجته حسب استطاعته وحسب قدرته المادية ثم أيضا يكون عنده قدرة باش أنه الميل دياله ما يكونش لزوجة دون أخرى هذا في تحديد شرعي أصلا أن الإنسان إلا كان عنده ميل لزوجة دون أخرى فإنه يوم القيامة كما قالنا بصلاة الله وسلم يأتي وشقه مائل بمعنى أنه كناية على أنه ما كانش عادل وعلى أنه لم يكون يحرص على أن يعدل بين زوجته إذن ملكة هون إنسان استأنس من نفسه هذه المسائل هذه عنده قدرة مادية عنده إمكانية باش يعدل عنده قناعة عنده استعداد وبغى باش يزيد زوجة تانية أو ربما عنده جوج بغي زي تالتة أو ربما عنده ثلاثة وبغي زي ترابعة إذن في جميع الأحوال هذه المسألة هذه مقدش خاضعة للتشهي والتمني ومجرد الرغبة وإنما خاضعة لسلطة القضاء إحقاقا للعدل وإحقاقا للإنصاف دي الجميع الأطراف إحقاقا للعدل طرف دي الزوجة الأولى أو الثانية أو هذلك وكذلك إحقاقا للعدل والإنصاف من جهة الزوج باش أنه يدخل على هذا الموضوع وفق شروط محددة مضبوطة وواضحة إذن كيخصو يتقدم واحد المقال مقال كي يبين فيه الرغبة ديالو على أنه يريد أن يتزوج بمرأة تانية أو تلتعة على حسب الوضعية كما قلنا ثم هذا المقال كي يرفقوه بمستند الزوجية ديالو الزوجة ديالو الأولى ثم كي يرفقوه بما يثبيت بأن الدم المالية ديالو مليئة شنو ما الدم ديالو مليئة؟ بمعنى أنهم يسون الحال عنده فلوس عنده إمكانيات مادية إلا كان موظف في إطار الدولة خصو يجيب شهادة الأجرة ديالو إلا كان تاجر يجيب لنا ما يفيد بأنه تاجر وعنده كي أدي الضرائب إلا كان مقاولي يجب أن يفيد بأنه عنده مقاولات وغير ذلك من المسائل اللي كاتمت التملك المادي لهذا المال وهذا الوسائل المادية اللي غد يعيش بها وعيش بها وليدت ويعيش بها الزوجة الأولى أو حتى الزوجة الثانية أو الثالثة أو حتى الرابعة ثم بعد ذلك كي يجيب عقود ازدياد لأبناء ديالو خاصة القاصرين لماذا؟ لأنه غدين شوفوا بأنه كتفرض لهم واحد مجموعة من شروط في حال ما إلى التعطالي الإيدن ثم أيضا الوضعية الصحية ديالهم ربما يكون فيهم شي واحد معاق أو غير ذلك اللي يخصوا واحد الرعاية خاصة هذة الوتائق كلها كي يجمعها أو أي وطائق مفيدة أخرى مناسبة اللي ممكن تعزز الميلف ديالو كي يضمها لدك الميلف ديالو وكي يسجله في صندوق المحكمة ثم بعد ذلك يأدي لي واحد رسم القضائي القدر ديالو 160 درهم هذة الميلف هذة كيتحليه واحد ميلف كيتسمى ميلف ديال التعدد هذة ميلف التعدد كيتتعرض على أنظار يعني من هيئة قضائية هذة الهيئة القضائية كيتتكون من ثلاثة ديالقضات باش أنهم ينظروا في هذة الميلف هذة بشكل جماعي واتخذوا فيه واحد القرار جماعي لكن قبل ما يتخذوا القرار الجماعي يتم مستدعاء الزوجة الأولى هذة الزوجة الأولى يتم مستدعاؤها وتوصل باستدعاء إلا توصد الاستدعاء وحضرات فبها ونعمة يعني كيبدأ النقاش أمام الهيئة القضائية من أجل أنه يشعرها بأن الزوج ديالها رهبا غير يتزوج وكذا وهالأسباب اللي يبسط شنو كتقولي باش أنها تجاوب على راسا ولكن نفترضه بأنها توصلت بالاستدعاء ولم تحضر فهذه الحالة هذه لما أحكمك تعطيها فرصة تانية تصفت لها استدعاء تاني بواسطة كتاب الضبط من أجل أنهم يبلغوها في حال ما إلى ما حضرات فإنه سيتم البت في ملفها في غيبتها يعني في ملف الطلب ديال الزوج ديالها في الغيبة ديالها ثم يتم البحث عنها في حال ما إلا كانت مجهولة العنوان عن طريق المياب العامة باش تأكد بأنه فعلا السيدة ما كيناش في العنوان هذا هنا أغلب أفتح وحد القوس إذا كان هذا العنوان المجهول ديال الزوجة يعني بسبب تدليس الزوج في هذه الحالة خاص الزوج يعرف بأنه كتنتظر واحد العقوبة طبقا للفصل 361 وقال الجنائي قد تصل إلى عقوبة حبسية تصل إلى ثلاث سنوات وهنا خاص الإنسان يكون حذر باش ما يوقعش في هذا المونزلق هذا ويدلي بالبيانات الصحيحة التي تخص زوجته باش أنها يتم استدعائها بطريقة سليمة وباش تحضر باش يتم النقاش إذن إلا كلمة الفساليم وفيه ما سماه المشرع بالمبرر الموضوعي والاستثنائي فالسلطة التقديرية كتبقى للقضاء هو اللي غادي يوافق أو اللي غاديش يوافق وهنا غادي نبغي نصحح واحد المسألة كتروج في أدهان كثير من الناس وهي بمتبة توجيه وأن كثير من الناس كيقولك لابد دم الموافقة ديال الزوجة الأولى هذا الموافقة ديال الزوجة الأولى إلا ما كانش المبرر الموضوعي والاستثنائي فهو لا يؤخذ بعي الاعتبار قد يكون مكملا قد يكون معزز الملف إلا كان ذاك المبرر الموضوعي والاستثنائي إلا كانت الزوجة مريضة إلا كانت كتعاني من مرض عضال أو عقيم أو لا تليد أو لم يبقى شعند رغبة جنسية أو غير ذلك كم هذه المسائل فيمكن لهذه الموافقة ديالها أن تعزز ثم الموافقة ديالها ما كتكتفيش بها المحكمة ولكن لا بد أن تستمع لقولها ولذلك كنقول بأنه لا الزوج ولا الزوجة يخذ هذا الموضوع بأريحية وما يتعاملش معه بحساسية مفرطة كبيرة إلا كان فعلا هناك حاجة حقيقية لهذه المسألة لتعدد فلا بأس للزوج أن يقدم عليها ولا بأس للزوجة أن تقدم عليها إذن ونكون واضحين في ممارستنا القضائية وأترككم إلى إضاءة أخرى إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة